اشتركوا في القناة تجاوز التطيق الى الغرور والان الى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون اول واحد كتتوصل بجديد الاخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر اعجاب واشتراك وتفعيل الجرس عاجل الفيفا تمنع اوناجم من العودة للزمالك اعلن حسين لابيب رئيس نادي الزمالك المصري لكورة القدم منع ناديه من قيد صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفي الحالية بسبب المستحقات المتأخرة لعدد من اللاعبين السابقين وبعد هذا القرار الصادر من الفيفا فشل الزمالك الى حدود الان في تجديد عقد سعة لاعبين من بينهم بن شرقي الذي تلقى العديد من العروض الخارجية بالاضافة الى ابرام عقد جديد مع اللاعبين المغاربيين في المواسم السابقة وعلى رأس محمد اوناجم المعارف الموسم المنصرم الى فريق الويدد الرياضي الاخير ابدا رغبة في الاحتفاظ به لكن مدرب الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون اصر على اعادته الى الفريق بعد المستوى الذي ظهر به مع الفريق الاحمر اذ توي جمعه بلقب البطولة الاحترافية في الموسم الماضي واكد لبيب في تصريحات تلفزيونية ان الزمالك مطالب بدفع 65 مليون جنيه للاتحاد المصري ومرفوع ضد نادي الزمالك 17 قضية دولية وبالتالي يجب استداد هذه المبالغ قبل ابرام التعاقدات واكمل لبيب في معرض حديثه الاتحاد الدولي فيفا يتمسك بايقاف قيد صفقات الزمالك وهناك محاولات مع مسؤولي الفيفا لحل هذه المشكلة بشكل ودي بعد تسوية الازمة واوضح المتحدث ان الزمالك غير قادر على قيد صفقاته الجديدة بسبب ازمة اللاعب حسام اشرف الذي وقع عقدا مع اكاديمية الكاميرونية كما وقع عقدا مع الزمالك وتم تغيرم النادي 4 ملايين يورو وتم التفاوض مع الاكاديمية وتخفيض المبلغ الى 200 الف يورو وسيحرم الزمالك من خدمات محمد اوناجم في الفترة الحالية الى حين تسوية المشكلة القائمة علما ان الفريق المصري قد يضطر الى تسرحه للوداد في حال عجز عن حمل ازمته مع الفيفا خبر عاجل ظهور السبب الحقيقي لخلاف حاكم زياش ومدرب المنتخب المغربي واحد خليل زيتش كشف الاعلام الهولندي عن سبب خلاف البوسني واحد خليل زيتش مدرب المنتخب المغربي وناجم تشيس الانجليزي حاكم زياش والذي غيب هذا الاخير عن المباريات الدولية الاخيرة وذكرت صحيفة فوتبول بيرامير الهولندية ان السبب هذا الخلاف يعد لمحاولة تدخل زياش على الخط في قضية اعادة اللاعب نصير مزرعه الى المنتخب لكن مدرب الاصود رفض فكرة الوساطة واوضحت الصحيفة ان زياش اعلم مقر به انه لن يحمل قميص المغرب فيضل تواجد خليل زيتش على رأس الطاقم التقني بسبب هذا الخلاف وكان خليل زيتش قد انتقد اللاعب حاكم زياش بقوة وقال انه لاعب غير منضبط ويتظاهر بالاصابة كي لا يخوض التدريبات رفق تباقي لاعب المنتخب المغربي الاول وهو الامر الذي لم يتقبله قبل ان يرد عليه لاعب الفريق اللندني بانه لا يقول كل الحقيقة واصفا المدرب البوسني بالمهرج مسئول بالنصر السعودي لحمد الله تجاوز تتقى الى الغرار هاجم عبدالله بن زنان المدير الاعلامي السابق بنادي النصر السعودي لكرة القدم لاعب الاخير الدولي المغربي عبدالرزاق حمد الله بعد اهضاره ضربة جزاء في مباراة فريقه امس السبت امام الاتحاد برسم الجولة الخامسة من دور كأس الامير محمد بن سلمان والتي انتهت لصالح الاخير بثلاث اهداف مقابل هدف واحد ونشر بن زنان تدوينة على صفحتي الرسمي بموقع تويتر جاء فيها استهتارك في تنفيذ ضربة جزاء في مباراة مهمة كان من الممكن ان يتغير من خلالها سير المباراة هذا لا يعني سوى تجاوزك التقائر الغرور الذي يجب ان تتخلص منه لتعود لمستوك جدير بالذكر ان حمد الله من بين ركائز الفريق السعودي بفضل المستوى الجيد الذي بصم عليه رفقتهم منذ التحاقه بصفوف النادي سنة 2018 البقالي يهزم الكينيين في عقر دارهم والصديقي يحل تانيا اختتم العداء الأولمبيو لمغربي صفيان البقالي موسمه الرائع بأفضل طريقة ممكنة بفوز كبير ومستحق في سباق 3000 متر موانع خلال منتقى كيبكوينو الكلاسيكي المحطة الأخيرة من الجولة الذهبية القارية لألعاب الكوة العالمية بالعاصمة الكينية نايروبي وتمكن البقالي المتوج بدهبية دورة طوكيو الأولمبيو من استعادة توهجه بعد خسارته للقب الدوري الماسي في زيوريخ الأسبوع الماضي بعد تفوقه على ترسانة من العدائين الكينيين في معقلهم ليؤكد جدارته باللقب الأولمبيو أنه سيد سباق الموانع حاليا بدون منازع وتفوقت صفيان البقالي على جميع منافسي خصوصا الكيني بنيامين كيغان الذي خطف منه لقب الدوري الماسي حيث عرف كيف يدير السباق جيدا وانتظر حتى اللحظة المناسبة ليأخذ المبادرة من منافسيها الكينيين ليحسم الأمور بكل ثقة وقطع البقالي مسافة السباق في زمن قدره 8 دقائق 21 ثانية و20 جزءا من الثانية متقدما على الكيني كيبوت أبراهام الذي أنهى المنافسة في زمن قدره 8 دقائق 22 ثانية و33 جزءا من الثانية ويعتبر هذا الفوز هو الأول للبقالي بعد ذهبية أولمبيا توكيو إذ أصيب في لقاء بارس الماسي بعد سقوطه عن أحد الحواجز وحول له تانيا في نهاية الدوري الماسي بزيوريق وبعد نهاية السباق قام سفيان البقالي بمبادرة اللاقة استحسان كل المتتبعين والجماهير الحاضرة بعد التقاطه صورا تذكارية رفقة باقي منافسه فوق أحد الحواجز ومن جهة أخرى انتزع العداء المغربي الشاب عبدالطيف الصديقي المركز الثاني في السباق 1500 متر مسجلا توقيت 3 دقائق و36 ثانية و63 جزءا من الثانية خلف الكيني فينسانت كيت الذي فاز بالسباق بعدما أنهى السباق بتوقيت 3 دقائق و35 ثانية و99 جزءا من الثانية عن الأحرار هشام أيتمنى رئيسا لمجلس جماعة المحمدية انتخب يوم أمس السبت هشام أيتمنى عن حزب التجمع الوطني للأحرار رئيسا لمجلس جماعة المحمدية وضفر أيتمنى برئاسة المجلس بحصوله على 31 صوتا من أصل 41 وكان التجمع الوطني للأحرار قد تصدر نتائج انتخابات مجلس جماعة المحمدية بفوزه ب17 مقعدا وحصل حزب الأصلة والمعاصرة على 7 مقاعد وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وتحالف في ديرالية اليسارة وحزب الاستقلال وحزب العدالة والتنمية على 3 مقاعد لكل حزب في حيننا لحزب الاتحاد الدستوري مقعدين كما فازت أحزاب الديمقراطيين الجدد وحركة الشعبية والبيئة والتنمية والاشتراكي الموحد واجبات القوى الديمقراطية بمقعد واحد لكل حزب هذه أبرز العناوين عاجل الفيفا تمنع أوناجم من العودة للزمالك خبر عاجل ظهور السبب الحقيقي لخلاف حاكم زياش ومدرب المنتخب المغربي وحيد خلل زتش مسؤول بالنصر السعودي لحمد الله تجاوز تطيق إلى الغرار